زاء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين طبعا مع هذا القو البارد والشتوي نحن نشتي أكلات تدفي زل محاشي مثل الشربات أشياء كتير كده تحسوا لما تأكلوها بكمية حنان بنفس الوقت تدفي طبعا أني مرة أكلمتكم إنه قارتي الله يرضى عليها ويسعده وهي قاية من مصر قابت لي كرومب كرومب قدو قاهز يعني ملفوف ومحشي بالرز بس أسويه على النار شوفوا كيف ما شاء الله والترتيب والتنظيم كل شي جاهز طبعا هذه القطع عشان نحطها تحت القدر جدا روعة وطعمه لذيذ جدا لسلم يدي ويد أمي اللي لفت كمان المحشي شوفوا أول شي إذا أنتم حبين الطريقة موجودة على القناة آخر الفيديو بحط لكم رابطة الطريقة حق المحشي الملفوف إن شاء الله يضبط معاكم يطلع ألد محشي شوفوا أول حاجة لازم تعرفوا إنه بقاع القدر لازم تحطوا أما كده مثل قطع أوراق الملفوف أو الكرمب تكون السميكة أو القدر تبعه اللي تكون بالوسط أو إنكم تحطوا شريح بصر وطماطم وقزر ابتعدوا أن البطاطة البطاطة تصحب الطعم مطلعش المحشي حلو سواء كان بمحشي ورقة العناب أو الكرمب وكمان لما ترسوا الحبات يعني ترسوا عكس وما يكونش متلاسق يعني متزاحم لأنه دخلتهم كثير متزاحم يعني قم بعض قم بعض مجدود لما ترسوا الصوس ما بتدخلش الصوس لا تحت ما بنزلش لا يعني رسوا قم بعض بس يكون فيه بالراحة مرتاح يكون عرفتوا مش كده قم بعض يعني مزموم لا إن شاء الله يكون فهمتوا عليا خلص شوفوا أنا رس عكس الاتقاهات عشان لما أحط الصوس المحشي أو المرقة حق المحشي تمام تنزل استوي كامل وصدقوني من ألد المحاشي اللي ممكن تعملوها وعلى قولة حبايبنا المصريين خلصت حلة المحشي تحياتي المصريين تحياتي طيب إنتا بدايما تسألوني سر نظافة بتغاز تبعي وكيف كده يكون نظيف أنا لأني أصور لازم يكون نظيف وكمان بقول لكم حاجة مثلا إذا طبختوا فيه في الليل وأقاب فيه مثلا دهون أو بيضة حاجة بسيطة ثاني يوم ولاقيتوا فيه وسخ لا تطبخوش عليه تقولوا خاص بعد الطبخ مرة بنظفه لأنه لما يسخن الغاز تقول تطبخوه عليه ويكون حامي التصق أو سخ تلتصق بزيادة تعرفتوا مع الحرارة فيصعب عليكم تنظيفه عرفتوا عشان كده نحن نهتم بالتنظيف على طول الآن بضيف شوفوه كمية من الزيت المحشي حب الزيت وبضيف صلصة طماطم وفلفل حار كشميري هذه طريقة أمي بعمل مرقة المحشي بضيف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة وأحمصهم تمام بعد كده أضيف الماء ممكن تضيفوا مرقة دقاج أو مرقة لحم بس أني أحب الماء ما أحبش بالمرقة وطبعا ضيفوا كمان الملح اطعموا كمان لازم لما تضيفوا الملح تعرفوا على الكشنة أني كيف مالحة أو لا الرز فأني دقت من المحشي وكان تمام ملحة زوت ملعقة بس صغيرة ربع ملعقة وهنا لأني عرفت أنه المحشي ما في بوش نعناع مقفف وأني أحب النعناع المقفف فضفت ملعقة صغيرة كده بعد كده ضفت المرقة وشوفوا كيف أهز القدر شوفوا كيف عشان المرقة تدخل إليه لما تحت وصل عشان نستويه كامل شوفوا كيف أحرك القدر وأرجع أضيف المرقة كيف تعدلوا نسبة المرقة كيف تعرفوا كمية مثلا أنتم عملين بالحشوة كم كوب روز يعني أني عملت بالحشوة كوبين روز استخدمته كامل بضيف مثلا كوبين ما فهمتوا كيف ولازم أني بالنسبة لي لازم كده يغطي وقه شوية يغطي وقه المحشي بعضهم يخلوا المرقة أو الشرباء نفس مستوى المحشي ممكن تعملوا عادي بس أني قل شوية أزود وخلي على نار عالية أول ما يبدأ يغلي أوطي النار وحط تحته شياطة وخلص وخلي على نار هادئة غطي بس يبدأ الماء ينشف أبعد الصحن اللي أني عملته وغطيه بقصدير لأنه يكون عارو ما كملش استواء وأهدئ النار أزود يعني أهدئة أكتر تمام وخليه يكمل طبخ لأنه لازم تتفقدوا كل مرة تأكلوا حبا وأنتم رايحين قايين شوفوا لما تخلصوا القدر يعني لما تخلصوا السطر اللي فوق كله وأنتم رايحين قايين تضوقوا من لداته وهنا أني ما قدرتش أوقف أني أكل وزوقي طبعا هنا تصلي ورحت معاكم مشوار كده صورت لكم مكان كده مخفض حلو جدا رحت محل اسمه على كيفك في الرياض ممكن مش عارفة إذا باقي المملكة موجود هذا المحل بس أني رحت في الرياض والشي أرويكم دايما تسألوني على ورق الزبدة كمان ورق الزبدة شوفوا أني أخذ ورق الطهية الخبز اللي سموه ورق الزبدة دايما لما ينزل على عروض أخذ شوفوا ما شاء الله كيف كميته كبيرة هذا الصغير وهذاك الكبير طبعا أني أخذ الكبير 75 متر ما شاء الله يجلس معايا بسنة يعني يطول مرة سنة ونص سنتين واني بس أخذ منه هذا اللي أبله وأحطه فوق الرز عشاني ينكمر جدا رهيب وهنا شفت بلاستيكيات طبعا لأني أحب العقن أنا مهما يكون معايا عقانة بس أحب العقن باليد فهنا قدبتني البلاستيكيات كده حسيت نفسي تخيلت نفسي قاسة بالأرض وعقن فيها جدا حلوة طبعا هنا موت وفت على الأباريق أباريق الشاي تعرفوني أني أحب الشاي أو الشاهي وصراحة الأباريق عندهم كتير حلوة خصوص صغيرة دي كده لما أنتم كده بتقلسوا وبتعملكم كده شاي أحمر يعني حق شخصين ثلاثة وهنا كمان هذا حلو جدا وعادوا كده في بوم مثل الدحل كده مدري كيف غدار يسموه وهدي كمان حافظات غدار يعني عملوا في بيت تامر وكده وهنا كمان عقبني حق البهارات شفت حق علبة السكر والبهارات يعني حلوة مقبولة مش الواو واو هاداك بس حلوة وعقبني كمان هذه علبة الخبز تحطو فيها الخبز وفيها كمان ثلاث علب معاها هذا اللون حلو الأزرق كده يعني حسيته حلو مع خشبي ثلاثة علب حق السكر والشاي ومعها علبة الخبز في مني لون أسود مش عارف إذا فيه ألوان ثانيين يعني كده يعني مشيت قط أمشيكم كده شوية ممكن أني محتاجش جيل حاجات فيه غير يحتاج فيه عندهم عروض كمان وهادي يعني الحاجة اليد اليمين بالنسبة لي فشوفوا كيف موجودة هناك كمان نوعين فيه هم ماستر وفيه هذا النوع نسيت اسمه وفيه على شكل ينفيذ زي كده أني مش عارفة شكلي برقع وباخد نفس هذه ذكرني بحق الزمان كونت أمي تخليني أخلط للصحابة كفبة أو الصلطة الحارة روعة أني هدي الأشياء أحبه وفعلا حدا أني معايا زي هادي بس أني حاجة بني أبو اليد شفتوا كيف خدوها حلوة لفرم البصل يعني عندكم كده بتفرموا لكوشنا لحشوات حلوة جدا وحادين حادين مش مش حادين هنا شوفوا قوالب السمبوسة حق سمبوسة البف أو الباف شوفوا كيف على شكل قلب ومربع قد نحروا الآن برمضان الله يبلغنا يا رب شوفتوا كيف وهنا كمان اللي يغطي إبريق الشاي يعني معاكم إبريق الشاي عشان يحفظ الحرارة كمان حلو يحفظ الحرارة مع هذا القو وهذا سموه مسكات حق الحار يعني عليها كان عرضة أظن وهنا أهم شي أقول لكم أكواب المعايير القياس حق الدقيق وكده يعني لازم يكون في كل بيت وهذه كمان اللي تحفر الكوسة نحن نسميها توقر الكوسة والمحاشي قد روعة أنا طلبت من شيئين بس لقيت هنا وأخدت كمان يعني أخدت احطيات قطلة وكتسرت حقي لأن بلاستيك هي ومعالق السلكون عندهم أشكال ونوع كتير عقبتني صراحة حلوة هذه حلوة جدا يعني أخدت واحدة روعة وراحت أشوف طبعا هنا قاسة أقنع زواجين يقبلي زي كده هذا صاق للشوي يعني روعة كده حديث ثقيل لكن ما فاتش يعني قلست كأني أكلم كأني أكلم الصاقات هادي يمكن هو نطق وبس وني عاشق أي حاجة في الخبز والصاقات أحب طبعا شوفوا أنا لاغنة عن تيفال 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 أو في باتي كروكر كمان حلو باتي كروكر أظن ماركة كده اسمه كمان حلوة هذه نفس الصاقات حقي بس ماركته غير وهذه كمان صاقات الخبز إذا بتعملو خبز الطاوة كمان حلوة بس لازم تهتموا بالحرارة شوفوا بعض الصاقات ما تشتيش حرارة قوية تخرب وبعضها تخرب يعني من الزيت فأنتم لازم تعرفوا تقرؤوا كتالوج حق الصاق إيش لازم كيف تستخدموا معلش صوتي كده مع الشتاء طبعا بالشتاء عادي أكون صوتي هدى وفق أه يقتلب صوتي أحمد علي يعني عادي مع الشتاء تمام وبعضهم يقولوا لك أوه هدارة كتير في الفيديو عادي أنا زي المدرسك المعلموا أن يكون رسولة يعني اعتبروني زي المدرسة لما تشرح لكم الدرس فعادي لي فهم يفهم ولي ما فهمش وما يحبش الدرس عادي يعني مش لازم وبس والله هنا رقعت وقلبت قدر أو دست الملفوف طبعا شوفوا محشير كورم برد عليه شوي عشان كده لما قلبته خرق زي الوصلة لكن هو لما يكون حمي كده يخرج بعيد تفكك هو عادي بالعافية لي ولكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم بالعافية لي ولكم